ومعنا من دير البلح سيد أمجد الشوى مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية سيد أمجد أهلا وسهلا بك دائما على شاشة القاهرة الإخبارية يعني توفير لقاح شهادة الأطفال في قطاع غزة هو الجزء الأسهل في هذه العملية كل شيء آخر سيبقى هو الجزء الأصعب لوجستيا أمنيا طبعا كما قالت الأنروا من أن أي عملية عسكرية سوف تفشل جهود المنظمة لتطعيم أطفال غزة يعني برأيك كيف سيمكن تأمين هذه العملية شكرا جزيلا يعني بالفعل هناك جهود كبيرة بذلت أولا من أجل جلب هذا التطعيم أولا من حيث اكتشاف الفيروس وكانت ليست بالمهمة السهلة الاكتشاف هذا الفيروس في هذا الواقع الصعب جدا تدعيات خطيرة لعدوان وأيضا القدرة على الوصول لهذه العينات واكتشاف هذا المرض ومن ثم العمل باتجاه توفير اللقاحات واليوم هذه اللقاحات هي موجودة على الأرض وأيضا تدريب وتأهيل هذه الطواقب التي ستعمل على مدار اللحظة والساعة لتقديم هذه اللقاحات لمستحقية 640 ألف طفل تحت سن العشر سنوات بالإضافة لذلك تخزين هذه المواد والعمل على توزيعها بالمناطق وجدول زمني في ظل هذا الخطر الذي يتواجه هذا الطواقم أسوة من أطفال جهوزية موجودة ولكن هذه الجهوزية يجب أن توفر لها مقومات حقيقية حيث توفير الأمن لهذا الطواقم للعمل بسلامة تامة وكذلك الأطفال مستحقي هذه التطايمات وبخاصة في ظل عمليات القصف المستمرة والمتواصلة